ديفيد جوغينس عن طريق علم الفراسة وهو علم تحليل شخصيات عن طريق ملامح الوجه شكل الجسم الطول وكل ذلك مبدئيا ديفيد جوغينس هو عداء أمريكي ورياضي أمريكي مشهور يمارس عدة رياضات مشهور بتحدياته المجنونة مثلا يعني الجري لمدة أيام وكذلك هو من الشخصيات التحفيزية لنقول يقول لك مثلا تراه يرقد ويقول لك لا تستسلم أكمل في هدفك ويروي هكذا قصص تحفيزية محفزة يعني من هذا القبيل هاته النوعية من الشخصيات طبعا ليس تحليله أقول ما أراه في سوشال ميديا كذلك ومؤخرا عمل كتاب اسمه لا يمكنك إيدائي يعني تحدث فيه عن معاناته مع أبيه وكذلك روى قصص تحفيزية فسوف نقوم بتحليله ونعرف كيف تفكر هاته الشخصية مبدئيا نحدد إطار الوجه طبعا هنا واضح جدا أن إطار الوجه طويل يعني نأخذ خط خط أفقي يقطع الحواجب وخط عمودي من بين الحواجب إلى نهاية الدقن فهذا الوجه واضح أنه طويل فهنا معنا وجه مستطيل وهنا نأخذ نرى عرض الفك فهنا واضح أن الفك عريض جدا مساوي للجباء أو أعرض بقليل على العموم هذا هو الوجه المستطيل المربع وهنا معنا عظمة معين بارزة هنا بجانب العين كما ترون فمعنا مربع مستطيل معين هذا هو إطار الوجه فما هي الصفات المربع مستطيل معين طبعا صفاته هو أنه طبعا يسمى الوجه المالكي صفاته أنه إما أن يكون ناجح جدا فيكون شخصية جيدة أو فاشل جدا فيكون لس لس حرفيا لماذا؟ لأنه يعتقد أن النجاح سرق منه فيحاول سرقة النجاح كذلك من صفاته الأساسية أنه يقلب الطاولة ويكون كثير الانتقام بما معنى يقلب الطاولة إذا رأى أنه سوف يخسر ألف دولار ليخسر العدو مئة دولار فسوف يخسر تلك الألف دولار ليخسر العدو مئة دولار يعني يخسر هو كثيرا ليخسر العدو قليلا لذي هذه الصفات مثلا شخصية انتقامية حتى إذا كان ذلك ضد مصلحتها كذلك أن هذا الشخص يفكر في ثلاثة أشياء أو تهمه ثلاثة أشياء المال ركز أو نولدتي بترتيب آخر الشهرة المركز الاجتماعي والمال طبعا يعني هاته من صفات هذا الوجه طبعا تزيد مع باقي الملامح للملامح الداخلية إما تداعماتي الصفات أو تقلل من هاته الصفات تقلل من حدتها فسوف نقوم بتحليلي ونعرف كيف تفكراتي الشخصية وما هي أهدافها أول شيء سوف نذهب إلى وجه آخر طبعا هنا شيء غريب في وجه أنه لديه طاقة بدنية عالية لدرجة مرعبة فكما ترون هنا يأتي لمنطقة عريضة فطاقة بدنية عالية هنا كذلك لديه منطقة المنهجية بارزة يعني أنه لديه نظام معين في حياته حتى نظام للتمارين وكل ذلك هنا طاقة بدنية عالية طاقة وحيوية عالية كذلك هذا البروز هنا في الأدن يدل على طاقة وحيوية عالية كذلك وهنا كذلك كما ترون الأدن مربعة يعني كلها استقامات يعني الشخص الذي تكون لديه استقامات كثيرة في الأدن هذا الشخص لا يحب أن يعمل عند أي أحد يحب أن يعمل لدى نفسه لنقول يعني إذا عمل في وظيفة يعمل تحت أحد تحت إشراف أحد فلن يطيل فيها كثيرا ولن يكون سعيدا في تلك الوظيفة إطلاقا كذلك هنا الأدن المربعة تدل على أن هذا الشخص لديه القدرة على أن يعمل في عدة وظائف مثلا أو يعني عدة أشغال أن يعمل فيها لوحده ومع هذا البروز طاقة وحيوية يعني لديه القدرة على أن يعمل عدة أشخاص عفوا عدة أعمال وفي هذه الأعمال التي يعملها لديه طاقة وحيوية فيها لأتي الدرجة يعني شخصية عجيبة جدا كذلك يوجد هنا طبعا هنا عدمة المعين يعني شخص مقاتل يعني شخصية مقاتلة ركز شخصية مقاتلة وكذلك تدعم معنا الطاقة البدنية وكذلك تدعم معنا طبعا يعني أي شخص يمارس الرياضة سوف يرى أن عدمة المعين بدأت تظهر لها يعني أنا منذ أن بدأت أمارس الرياضة عدمة المعين بدأت تظهر لدي لكن بشكل خفيف ليس لدرجة عدمة عدمة المعين على العموم هنا عدمة المعين كما قلنا شخصية مقاتلة يعني ذلك التحدي الذي عمله فقط بهذه الصفات التي ذكرت إلى الآن يعني يمكن أن يعمل مثل هذه التحديات المجنونة كذلك هنا يوجد لديه هنا كما ترون هنا دقن عريض دقن مربع وعريض يعني هذا الدقن المربع والعريض كذلك يدعم معنا المشاكسة وكذلك يعني شخصية مقاتلة مع عدمة المعين وكذلك هذه الجزئية عريضة ولديه منهجية فيما يعمل وكذلك لديه قدر على أن يعمل عدة وظائف في وقت واحد وكذلك لديه طاقة وحيوية في كل تلك الأشياء التي يعملها كذلك هنا لديه هنا كما ترون هنا هذا الفك هنا كما ترون قوي جدا فيدل على أن هذا الشخص شخصية قوية شخصية قوية بما معنى أنه لديه طاقة بدنية عالية أو تحديدا لديه تحمل بدني عالي كذلك منطقة هنا الدقن طويلة كما ترون طويلة يعني شخص رياضي يعني جميع الرياضين سوف تجدها طويلة لديهم يعني هنا تقريبا هي أطول منطقة في الوجه منطقة البدنية كذلك هنا يوجد هنا الدقن تقريبا بارث يعني شخص صبور جدا فبيعاتي الملامح يعني شخصية مقاتلة لأبعد الحدود وصبور جدا وقوي جدا ولديه نشاط وحيوي ومنهجية فيما يعمله ولديه قدر على أن يعمل يعني من جميع النواحي يعني شخص لديه طاقة بدنية عالية وإرادة قوية فلأبعد الحدود وشخصية مقاتلة من جميع ملامح الوجه والآن نذهب إلى صورة أخرى يعني هذا الشخص أنا بصراحة أحترم ليس لشخصيتي لكن بسبب يعني الإرادة القوية التي لدي يعني سوف نريكم صورة لتعرف لماذا يعني كان شخص طبعا يعني دخلت أتفرج على بعض الفيديوهات التي تلخصوا كتاب يعني حتى أنا الكتاب تحفيزي جدا ففقط هذه العظمة التي توجد هنا عظمة المعين هنا فتدل على أن هذا الشخص شخصية ملهمة يعني بارزة جدا كذلك هنا الفك العريض يعطي كاريزما قوة وكل ذلك فبكل بساطة كما ترون هنا نعم لديه هنا عيون جاحظة يعني بارزة للأمام يعني واضح هنا يوجد هذا الانتفاق هنا يدل على اللباقة وكل ذلك يعني لديه قدر على ترتيب كلماته لكن لماذا أتيت بهذه الصورة العيون الجاحظة يعني شخصية حماسية مع عظمة المعين كذلك يعني هذا الشخص شخصية حماسية لأبعد الحدود لكنه قد يقول كلام لا يفعله لكن ركز كما قول يعني العيون الجاحظة قد يقول كلام لا يفعله لكن هذا الشخص لديه هنا ركز لديه خط هنا هذا الخط هنا يعني طبعا الشمس لكن هنا يوجد في الأول والأخير يوجد خط هنا هذا الخط مهم جدا نركز هذا الخط الذي يوجد هنا طبعا هذا الخط يوجد فقط عند الأساطير يدل على أن هذا الشخص يبالغ في تحمل المسؤولية يعني لدرجة يعني يبالغ يبالغ حرفيا كذلك هذا الشخص يلتزم جدا بالوعود يعني إذا قال يعني وعد معين فيلتزم جدا به ويبالغ في تحمل مسؤولية هذا الوعد الذي قطع مثلا فهو يعني بسبب تلك يعني كأنه أخذ قرارات جدة يعني شخصيته الأصلية ليس فيها مثلا هذه السمة وأخذ قرارات جدة مثلا في حياتي ويعني جعلته يعني يصبح شخصية لنقوة شخصية ناجحة حققت إنجازات كبيرة وكل ذلك كذلك هنا يعني سوف نرى صورة أخرى نرجع لنفس الصورة لنريكم ملامح أخرى كذلك لديه هنا يعني الأنف لا يعتبر القصير القصير يعتبر يعني فوق المتوسط تقريبا يعني لديه طموحات كذلك هاتي المنطقة تعتبر طويلة سوف نرجع لتلك الصورة لنريكم لكن هنا يوجد لديه فتحات الأنف عريضة والأنف إلى حد ما طويل ليس بالقصير لديه طموحات طبعا لديه هنا طموحات هذه الفتحات العريضة هنا لديه قدرة على اعتماد على النفس يعني تجدهم مثلا يعتمدوا على نفسه في طبخ الأكل وكل ذلك كذلك هذه الفتحات الواسعة جدا تدل على الجرأة والثقة لديه جرأة والثقة كذلك تدل مع الأنف الطويل يعني لديه طموحات وهو طويل بالي يحقق هذه الطموحات يعني فتحات الأنف واسعة مع أنف طويلة كذلك فتحات الأنف الواسعة يعني هذا الشخص يصرف كثيرا يعني يصعب عليه أن يجمع المال حتى شحمة الأدون هنا غير ضايرة جدا لكن أرى أنها ليست أصغر حتى من المتوسطة تقريبا صغيرة فبكل بساطة هنا بالنسبة ليأتي المنطقة هنا واسعة فشخص لا يتملك كلام الناس وفي نفس الوقت لديه مشكلة مع النقد يعني هذا الشخص لا يتملك كلام الناس لكن لا تنتقد هذا الشخص لكنه لا يتملك كلامك أل فهمت؟ يعني لا يحب الانتقاد وفي نفس الوقت لا يهتم لكلام الناس لنرى صورة أخرى نعم يعني هذه الصورة التي قلت لكم في بداية الفيديو يعني هنا كما ترون هنا تقريبا كان في العسكرية تقريبا كما ترون شكله طبعا يعني اللحم هنا كما ترون يعني اللحم في الوجه بصفة عامة يدل 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 اللحم في الوجه بصفة عامة يعني لم أعرف كيف أحدد على العمو يدل على أن هذا الشخص قليل تركيز فيما يحصل حوله يعني من الصعب جدا أن تجد شخص ناجح بنفس يعني بلحمة كذا يعني جسم ممتلئ أو وجه ممتلئ لنقول يعني هذا النوع من الأشخاص يكون لديه تركيز ضعيف على المؤتلات الخارجية يعني سقطت بجانب حجارة يعني لا يحس بها فهذا الشخص ربما تسلم عليه مثلا إذا التقى مع الشخص نحيف نحيف الذي تركيز كبير وشخصية متملقة فهذا الشخص فالشخص النحيف إذا سلم عليه ربما هذا الشخص يراه ولا يرد السلام لأنه يعني تركيزه ضعيف أو لم يره بشكل جيد يعني هذا النوع من الأشخاص بهذا الشكل فهنا يعني كذلك الفم هنا كان صغير جدا فكان يعني شخص قلق جدا والحواجب كانت هنا بعيدة أو مرتفعة والأذن لم يكن شكلها مربع إطلاقا هنا كما ترون لا يوجد أي مربع هنا كذلك هنا الجبة تضيق للأعلى الجبة الأولى يعني عريضة جدا فشخصيته تغيرت تماما كما ترون يعني أخذ قرارات جادة في حياته وقام بتطبيع أنا بصراحة أحيي على تلك يعني الأشياء التي فعلها تحديات قصدي يعني لأن فيديوهاته فعلا يعني محفزة جدا على العموم فيعني بكل بساطة طبعا هناك شيء كنت أريد أن أقوله لكن يعني أنا لديك ذلك يعني عيون متباعدة يعني لديه تركيز ضعيف جدا حتى أنسى كثيرا على العموم هنا حتى يعني تقبل النقد كان لديه يعني حساس جدا من تقبل النقد على العموم كان هذا فيديو اليوم أراكم في فيديو لاحق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته